أشهد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح خلال مشاركته في احتفال سفارة جمهورية ألبانيا بعيدها الوطني أشهد بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة وأكد لحمود حرص دولة الكويت على تعزيز وتنمية العلاقات مع ألبانيا وثمن مستوى هذه العلاقات لسيما في المجال الاستثماري احتفلت سفارة جمهورية ألبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح شرفت اليوم بنقل تهاني وتحيات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي أهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس زراء حفظهم الله ورعاهم وتحيات الشعب الكويتي لجمهورية ألبانيا مثل فهامة الرئيس وحكومة والشعب الألباني الصديق بمناسبة العيد الوطني لألبانيا أقيم الاحتفال بحضور شخصيات سياسية واقتصادية ورجال الأعمال حرصوا ليقدموا التهاني في لحظة رايعة للاحتفال بالعلاقات الهمة القائمة بين البلدين لعمق العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وهي علاقات مهمة وتركزت في مجال الاستثمار نحن نطلع دائما لتعزيز العلاقة مع جمهورية ألبانيا شاكرين دائما مساعي ومكررين تحنائتنا هذا الاحتفال يدل على العلاقات المتينة بين جمهورية ألبانيا ودولة الكويت في جميع المجالات وأن الصداقة والتعاون أقوى من أي وقت مضى والذي يشكل هذا الحفل تدسيدا لها من احتفالية العيد الوطني لجمهورية ألبانيا يوسف صفراء التلفزيون دولة الكويت